السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نرسم الجهة الخلفية الطريقة الأولى سوف نرسم الجهة الظهر ثم نرسم الجهة الظهر قبل ان نرسمه سوف نرسم المصطرة الضهر تطور لرفع المصطرة وفرق المصطرة سوف نضيفد مصطرة يجب أن نضع الدروس في الدفتر في نفس الوقت يجب أن نضع الدروس في الدفتر يعني مرة مرة لا نريد أن نراجع شيئا يجب أن نضع الدماء في الدفتر نضع ميتر سنتيمات أو ما يجب أن نضع سنتيمة سنتيمة جوش 3 أو 4 مهمية لكن ما سنفعله سنتيمة واحد في عشر لتدريجات واحد مليم لكن كل الملعقة سنتيمة واحدة سنتيمة ممكن لدى هذا ما يتفект فايرا جدت يجب أن نضع 10 سنتيمة فأنا نضع سنتيمة سنتيمة واحد فايرا سنتيمة واحد فايرا إذا قمنا نضع السنتيمة سنتيمة واحد ونضع في عشرون سنتيمة سنتيمة مرة تلاقي اذا اردنا الى 18 سنتيم نحسبه 1 3 يمتلك 10 و 1 سنتيم هو 10 سنتيم في التدريجات 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ونعمل ونعمل ونشرح في المستارة ونقوم بقى نخلق سنتظر هنا يصبح 1 متر و 50 سنتيم يعني 1 متر و 1 سنتيم سنتظر سنتظر العبارات العبارات المنظر الذي سنخدم لها مثلا قناة الكتاف 38 وعبرنا القناة 23 طول امام 40 وطول يصبح 20 دورة الصدر دورة الصدر لقناها عندها هي 100 سنتيم ودورة الحزام لقناها عندها 92 سنتيم ودورة الحوض هي 108 سنتيم والطول لقناها في 56 سنتيم والطول لها متر وعشرين كيفاش غالي نحسبو هاد العبارة تالي رو خادرتها نعاود كنشدو الكتاف كنقسموه على جوج كيفاش دعنا جوج جوج هو هذا هو الموضل اللي يدرنا اخذينا مرة اللي اولي علي مثلا هادا الكتاف عبر الله من هادا النقطة الى هادا النقطة من هادا العظمة الى هادا العظمة اذا احنا ما درناش الدورة كاملة درنا نكتف يعني كي نص ديل هادا الربع هادا وديل هادا الربع لكشي على جوج جوج سنتيم دونك هادا نديرو همية وثلاثين مقسموه على جوج هادتنا هي تسعتاش تتساوي تسعتاش سنتيم بالنسبة للتركيز الاطوال ما كنا نقعتوش في هون كتبقى هي هي تركيز لا تسع وعشرين سنتيم كيبقى هو وهو طول الامام طول الحوت كيبقى هو وهو كيبقى لنا الدورات الدورات اللي اقلتو في الدرس اللي قبل درنا الدورة على الجسم كامل درنا الدورة شدينا الهايد ديها وعبرنا الهاد خنيت وعبرنا الدورة كاملة من المميزة هادا 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 لعدة للي القيناهرة فيه ربعة لربعة فيه ربعة لالقدام والربعة لالقدام الثاني هي جوج والخلف عوداني فيه ربعة وربعة يني جوج وجوج هي ربعة يني هاد الربعة احنا ميجبناه دونك غادي نديرو الدورة تصدر مقسموه على ربعة قسمناها على ربعة قدسويننا خمسة وعشرين سنتيم بالنسبة لدورة الحزام هذا هو الحزام مدمن تقارية دورة الحزام تايا نفس الشيء تايدرنا الدورة كاملة ايضا تايا نقسموها على ربعة لانه كين الربعة هنا وكين ربعة ثاني وربعة ديال الخلف جوج يعني جوج وجوج القدام مياربعة 92 نقسموها على ربعة اذا نقوم بقى نقوم بقى 23 سنتينة دورة الحوض دورة الحوض هي المنطقة للحوض يعني الخسر ديالنا هي هذه لانه الدورة كاملة ان الدورة لانها كاملة اذا نقسموها تايا على ربعة كيف قطل لكم هذا كالربعة لقى شكين ربع الاول وربع الثاني ومن لور كين ربع الاول وربع الثاني يلضر يعني جوج ديال القدام الجهة الامامية جوجة الربعة وجوجة خلفية جوجة الربعة اذا هي اربعة هنقسموها على اربعة مية وثمانية القناع عندها نقسموها على اربعة اذا عطينا سبعة وعشرين سنتين والطول لكم غادي بقى هو هو والطول العام غادي بقى هو هو تبا غادي بيجيو كيفاش غادي نحطوها يعني العبارات ههما كيفاش غادي نوضفوها ديك العبارات يعني نقول لكم انا عندي هذه المستارة هادي كنخدم بيها يعني بالتعلام ديك اللي كان من البنات ولا لي انا يا كنحطو يعني منها يعني كنخرج باش تخرجوا للموديل صغار يعني اوما يعني عندي دروس هنا مطبقاهم ان شاء الله من بعد كل مرحلة غادي ندروها يعني كياتني ذاك شيء بالعبار ينهار نتلف شنو درت هنا ولا يعني كنحتغل المستارة وكنعرف اشنو العبار اللي درت اول شيء كان نبدو به اول مرحلة هي كان كانت نتراسيو الاطوال كاملة يعني كانت اطوال كاملة هي اول شيء الطول هو اول حاجة كان نبدو بها ومن بعد عاد كنجي منطق يعني عاد كنبقى ندروه العرض لان ذاك منطقات طول هي في يعني نحطو ذاك العرض اللي بغينا ذاك العبار اول مرحلة هي الكتاب كنجدو الكتف يعني عبرناها لقنا فيها 20 سنتينة عاد نجيو يعني راح نيعدنا هاد المستطيل لينا هالي الورقة هذا هو السفر يعني احنا هنجلو انجلو الخطة هنجلو الخطة هنا يا كانتقل انقدروا يعني كنجلو الايطار اللي هنخدمو فيه وكيف قلت لكم دا كاميرا اللي فاتت يعني كيف قلت لكم انتم مرها اللي فاتت هاد يعني هاد هو السفر ديانا واقع على هذه الصفر كد حسبو هذه و كيف قلت لكم السفر واحد جوش 12 سنتين مثلا او في الدروس لا نزيد سنتيمات الفصالة و الخياطة نرى الموضل كيف مما هو في الدروس نزيد سنتيمات نزيد سنتيمات 19 سنتيمات سوف نحسب كيف تلكم الوقت تصيبها في هذه المستارة تضعها في الوريقات لا تبقى مرة أخرى سوف نحن رأسكم مع العبارات كيف سوف نحسب 0 سنتيمات نحن رأينا 10 سنتيمات 20 سنتيمات نحن نريد 19 سنتيمات يعني 10 15 17 17 18 يعني سوف نحن رأينا 18 سوف نحن رأينا المرحلة الثانية ثانيا سوف نحن تركيز المرحلة الثانية 23 سنتيمات 23 سنتيمات لدى التركيز ثانيا نحن رأينا ثانيا اسفا ثانيا ثانيا سوف نحن رأينا ثانيا 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 تركيز 20 21 22 23 تركيز طول تركيز 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 23 ثم تركيز نستخدم تركيز تركيز عرض الكاتف خط الكتف خط الكتف خط التركيز خط الكتف خط التركيز ثالث مرحلة طول الأمام طل امام اللي هو اربعين اربعين سنتير الاقلت في كيفية اخذ المقاسات يعني عبرنا تركيز من الحاضر لعنق طل امام اللي هو من نفس النقطة من هنا اعلى منطقة العنق لجهة الخسر يعني الجهة الخسر دينا لدينا هو اربعين سنتيم يعني نحسبه اربعين سنتيم اه الصفر عشرين ثلاثتين اربعين سنتيم ها هو من نفس الطريقة نرى الخط كامل انعلمه هذا خط طول الامان هذا نرى الخط كامل ها هي مرحلة واحد ها هي المرحلة اثنان وها هي المرحلة ثلاثة رابع شيء كندرو طول الحوض يعني كيف ما عبرنا كيف قلت لكم الاطوال كله كنسقطوها على الموضيل على التوب او الكتاب عاد كد خدموه العرض طول طول الحوض حوض عشرين سنتيم فاش عبرنا احنا يوم فاش بغنا طول طول الحوض خديناه من هاد المنطقة اللي عبرنا فيها طول الامام كنهزو السنتيم وكنعودو نحسبوه نفس الطريقة فاش كنجن نخدمو الموضيل توا نفس الشيء ها هي نحسبوه عشرين سنتيم ها السفر حطيناه ها عشرين سنتيم ها عشرين سنتيم ها هو غن تراسيو الخط كامل هادا خط طول الحوض هادي رابع مرحلة خامس مرحلة خامس مرحلة هو الطول اللي عام خامسا لقناه هو متر وعشرين يعني الطول اللي بغا تسيدة فهات جلبة هادي نعبروه يعني هادا دي ما هو السفر دينا هاد النقطة هادي هو السفر يعني غادي نحسبوها هي صفر عشرة سنتيم عشرين ثلاثلين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين اهمية اهمية وعشرية يعني هوا الطول اللي بغا تسيدة فهات المولا اللي تجلبها قصيرة شوية هادي نخدموها متر وعشرين تهوى عندي روخة هادي كي تسمى خط الطول النهائي يعني هادي خامس مرحلة من بعد ما كنحسبوه اطول كاملة يعني عقدرنا الطول يعني الطول التركيز هذا طول هاو الطول التركيز يعني من الهنا من هاد السفر تل هنا هاد طول التركيز هاو طول تل التركيز هو هاده طول امام هو من هنا من هاد السفر من هنا من نهاية ديال خطط الامام حتى على متاق اللي حسبناك انا كايا عشان سونتي هاو هنا ياه تركيز هاو هنا هاو هنا يو طول طول الامام طول الحوض وهذا هادي كلنا يعني هدا هو السفر كله هدا الطول النهائي اريد ما هو انجزوا الدوارات سادس مرحلة هي دوارات الطدر سيبنان 25 سنتين نجد خط التركيز خط التركيز نضيف العبار و دورة الصدر 25 سنتين عشرة 20 25 سنتين 10 هادي هادي المسافة هادي من الهنة حتى الهنة هي دورة الصدر هذه المرحلة السالسة المرحلة اللي مرها هاتنة نقصة هنة هاك فقطلكم هادي هيني غادي نعبرو عفوا هنا هايا هادي نعبرو هاتنة نقطة هادي تنجيو مرحلة المرها السابعة دورة الحزام اللي حسبناها كان 92 قسمناها على 4 23 سنتين دورة الحزام هي طول امام ديك الطول اللي حسبناه منطقة ديال لينها دخلها تجي منطقة ديال الحزام ثم اللي نحسبوك كيف تلكم بالضبط فيك نحطوها مضمة هذي هي المنطقة اللي نحسبوه اللي نحطو فيها حسبنا فيها دورة ديال الحزام نحطو الامام اللي نحسبو دورة الحزام لقينها هي 23 سنتين 23 سنتين بتعليميها صفر هذه 20 41 22 23 هذي هي 23 سنتين دورة الحزام هيا كنترسوها إذن فاش كنترسوها هيا لنماء منطقةaaa هذي المرحلة سبع فسناك تجربين 3 سوى المنطقة الجنب تكون خارجة و لا يوجد نقل المنطقة الصغيرة ندخلوا بحالي و نحن 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 نضيفه كيف يكون نحن ندخلوا البناية لدينا جسم داخلها سوف ندخلوا بقلم الرصاص ندخلوا و نمشي و ندخلوا نحن ندخلوا 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 هذه المنحنة نرسمها الثانية الثانية هي دورة الحوض دورة الحوض هي 27 سوى ندخلوا ندخلوا دورة الحوض ندخلوا في طول الحوض ندخلوا دورة الحوض دورة الحوض 0 10 29 27 25 27 27 27 ندخلوا 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 هذه المسافة هذه ثمينة ثمينة مرحلة ثمينة يعني هنا كنت تبعوا البنية للجسم ندخلوا ثمينة 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 نزيد نفس الطريقة ثمينة 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 نضيف ثمينة أصوishment ثمينة 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 تقدشر ثمينة 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 هنا نستطيع المستقيم نيشن المطقة للحفظ هنا يبدأ تثبيلها الجلبة كيف تراصيها وكيف تتكتبها أول حاجة نجد التركيز نقوم بطول الأمام من هنا حتى هنا المرحلة 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 تقوم بطول الحفظ عبرنا الكتاف قسمناهم على الجوج أعطينا 18 نحسبها مهناية ونسقطها على المنحنة للتركيز ونرى المستقيم نقوم بطول الدورات نقوم بتدور الهوية الثلجية أي فطول الأمام نقوم بطول الأمام ما يرتكب DB دورات الحفظ و بالنسبة لدورة الحوض يعني طول الحوض فاش نعبروها اخر نقطة فيه ثم نسقطوه و نحسبوه و نتراسيوه يعني نمشيوه هنا ندخلوه و نعودو نخرجوه تبغا دين نمشيوه الجهة الفقانية و اهم شي هو هات الجهة الفقانية كيفاش نرسموها و كيفاش نتراسيوها اول شي يعني ديك الحردة ديال العنق التقوير هذا العنق دي ما ندخلوه 8 سنتي 05 6 6 8 هادي 8 سنتي يعني المرحلة اللي موراها يعني تاسع مرحلة المرحلة اللي موراها تقويرات العنق 8 سنتي ها هي حطناها كنجيوه هنا يا كنهبطو بجوش سنتيم اذا التقوير اللي كندخلوه كنهبطو بجوش سنتيم كنجيوه هات سنتيم يعني كذلك سنعبروه من الهنا ها واحد هاجوج كنهبطو بجوش سنتيم كنهبطو بجوش سنتيم كنجيو يعني وكنرسموها كنتبعو يعني كنهبطو واحد شوية كنهبطو نحن اترصينا دبه هده وخط الكتف يعني هنا انا عرض الكتف وده الخط الكتف هذا الخط الكتف ديما كنهبطو بجوش سنتيم ديما كنطيحو الكتف بجوش سنتيم تطيخون هذا الكثير من سنتيم أتمنى تكون الأمور واضحة تأتيت المرحلة المفصلة لأفضل المنطقة لأنها تجلبتها كان يز Lucent قضاء المنزل يقدم على العنظام في عالي سيدي كدام احتجت تساعد интерat تراجم هنا تلاثة سيدي كان جيدا 疑々ت المنزل مت descend equip السيدي لقنا 20 سنتين هذي كل المسافة اللي كان القوا من اللي هنى حتى لهنا القسموها دي ما في النصف. هنا القناع الصيفة اللي هنالقنا عشرين. هنا قسموها في النصف هي عشرة. يعني ها هي. يعني هذي المسافة هذي. قد هذي المسافة هذي. يعني هذي النصف. علش. بعلش قد نقلبه النصف. عنا نقول لكم علش. هيد الحقاش دي ما احنا فاش كتكون جلبة ايضا زي ولا شي حاجة واقفة او لكسوة ولا مثلا. اخصان ضروري. كندخلو باش ما ديش هذي كتب واقع في الجيهة دي الثورة ديال لكم. والجيهة الخلفية دي ما كندخلو. لني هذي المسافة هذي كندخلو بواحد واحد ونصنتي. هذي 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 المرحلة هذي رها مهم نبزع. يعني هنا. واحد فاصلة خمسة سنتيم. دب يعني نكونوا كمان المرحيل كاملة نقنغين ترسيو هذي هذي المرحلة الاخرى. يعني كنت شدو من هذي النقطة هذي اللي طيح نحن لكتفرتها سنتيم. كنت ديوها. لهاد واحد دون سنتيم. تنجي وكسر لقيو هذي النقطة هذي مع هذي. كنديروا واحد تقريبا مشي نصف يعني واحد ربع دائرة يعني كنقورو شوية كنضورو. ما كنضوروش بزاف باش مايجي لكم مشدود وما كنخليوش واسع باش مايجي لكم يعني كنجي لكم خارج يعني هنا كنجي مبوط من هنا ولا كنجي. ما يمكن واحد كيفاش تقول لي. قصنا ما يعني ما ما ندخلوش بزاف وما نخرجوش بزاف. يعني كنحاولو ديما اللي بوجود تراسيو كدقوا ديو هذي النقطة كنجيبو من هنا. اللي هنا حتى كتلاقيو. ما يمكن لك شديني شان. شدي شوية صعبة. يعني هكا كنتيو. ما اللي هنا. ما اللي هنا. احتكر رسمو. يعني هنا يا رحنا ما دخلوش بزاف. وما خرجوش بزاف. يعني راه المنحنات قريبا عادي. يعني هكا كنكون مسالي نجي هالخل. يعني هب حاجة. يعني فاش كنتين تراسيو هاد الاطوال كاملة والدورات. كسبقا هاد المنطقة هاتي. والمنطقة هاتي يعني اللي كنقول لكم هاد المنطقة العلوية هي اللي اهم شي. يعني كنجيو كدخلو. بنيا سنتيم. وكان هبطو بجوج. وكانتراسيو. وكان نطيحو الكتب ثلاثة السنتيمات. وكان تضيحو المنحنا. يعني كنكملو الخدمة سنتيمو هنا. تنجيو هاد المسافة هاد من اللي هنا حتى اللي هنا. كان نحسبوها وكان قسموها في النصف. هذك النقطة اللي كنتين في النصف ديما اجيه هاد الخلف كندخلو بواحد ونسنتيم. يعني كندخلو بواحد ونسنتيم. يعني كنكملو سفي يعني غالي رسمو المنحنة دينا كنت دي وملينا وعاد كي يجي يعني كنحاولو هاد النقطة هدي مع هاد الراسقهم يعني كنقورو شبية وهكا يعني كنكونو سلينا الجهة الامامية للجهة الخلفية دي انا وان شاء الله سال الدرس التتمى دي الدرس يعني كيفاش غالي رسمو الجهة الامامية دي الجلابة